كابتن أمير لجنة التعاقدات وتسويف النادي الأهلي حتى خطة لمدة كم سنة قدام؟ سنتين مجد والله سنتين مدة سنتين؟ سنتين انت عارف احتياجاتك احتياجاتك مش هقول مش اسامي صفقات خارجية انت معاك احتياجاتك انت المركز ايه المركز اللي عندك فيه مشكلة كمان سنتين بتبص على البدايل المحلية بدايل أجنبية النشئين عندك مين ممكن يتصعد من تحت الفترة الجاية بتحضروا من دلوقتي فلا المضاعم بشكل منظم الحمد لله اخيرا ده اخيرا الله وانت في لجنة التسوير النادي الأهلي محال التسعة أفريقيا برنزية كاس العالم ايه اللي بيطمح فيه أمير توفيه مدير التعاقدات والتسوير في النادي الأهلي انه يشوف عقد الرعاية القادم بص انا حطلع براي عقد الرعاية شوية احنا عندنا للفترة الجاية الحاجة اللي طلع قريب ان شاء الله خلاص والمجلس ان شاء الله بيتمدها لمن دول فكرة الأهلي أونلاين ستور احنا بنعمل الأونلاين ستور في النادي الأهلي اللي هو بيباع فيه بقي لبس النادي الأهلي وكل مشى الدايزن بتاعنا يعني كل حاجة تخص اه تخص النادي الأهلي عليه لوجو نادي أحكي لحم حاجة المدارس حاجة بيت اعرف كل حاجة فده يتباع داخليا وخارجيا يتباع في مصر وفي الخليج وفي أوروبا وامريكا والسوراليا وكل العالم فده ان شاء الله يعتمد اللي من جايين دول وإن شاء الله يبقى اللونش بتاعه في يوني جاي إن شاء الله عاد رعاية تعناد الأهلي اللي هينتهي كام مليون نص مليار نص مليار تتوقع يكون كام لما في التجهيدة اللي جاية بعد برونزيت كاس العام هيبقى اختر طبعاً كتير بس لسه ممكن يوصل كام لا بس في وقتها بقى إن شاء الله كابتن أمير شرفتنا ونورتنا واستمتعنا بالحوار معاك ويعني فتحت لنا قلبك بالراجب من أن أنت يعني إيه يعني عندك تحفظ لكن المهاردة الحمد لله يعني حبت على كل أسئلتنا شكراً كابتن أمير سامة وده شرف ليا وربنا وفقاً كده إن شاء الله كده كمان وكمان احتنا لك توفيق يعني إحنا كده وصلنا نهاية حلقتنا بشكر ضيف اللي كان مشرفني ونورني كابتن أمير توفيق يعني كادر محترم جداً من الكوادر الشبابية الأهلوية لما شاء الله في كل صفقة بيثبت جدرته فتح قلبه لكل أسئلة في الشارع الأهلاوي وكده أعتقد غطة كل الأسئلة بتتداول خلال الفترة اللي فاتت وكمان الفترة اللي جاية وصلنا نهاية حلقتنا بشكر حضراتك وشكراً جزيلاً شكراً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً لكم